عنده هدف في مرمى المنتخب السعودي كان انطلاقا من الناس العيان لعب سبيرتل الإيطالي عنده هدفين في هذه البطولة لعبة الكرة وتسديدة قوية تسديدة قوية للمنتخب المغربي من أشرف سعود لعب شباب المحمدية تسديدة بيعمل التغطية كمان بيصق فيه شوية فيه المراوغة مهارة المراوغة بيرقص هذه محاولة للمنتخب المغربي عرضي الحمد لله تلخبطت الكرة من تحت رجله على طول يمسك حرس المرمى شبير وبيعمل تمريرة ملهاش أي معنى شبير محمود الشهير بشبير حرس مرمى نادي الإعلاميين ومنتخب مصر نادي الإعلاميين طلاقة في الجنب اليمين عند اللاعب يوسف جواد ترجع وارك كرة تاني لمنتخب المغرب تمريرة مقطوعة تخبط لجواد مرة تانية يوسف جواد ساعد كينيا يلعبها حلوة لإدريس الرايس على حدود منطقة المرمى دخل عدة فات ولكن خبطت الكرة في إبراهيم عوض بوجي وهتطلع خارج الملعب ركلة تماس ركلة تماس لمنتخب المغرب ناشر ديها تسعة وتلاتين ثانية على النهاية وتزديدة قوية تزديدة قوية شكلها كانت رايحة من سعد كينيا تلاتة وتلاتين سنة لعب الشباب المحمدية عنده هدف في مرمى المنتخب الإماراتي ومنتخب البحري هدفين اتنين هدف في الإمارات وهدف في البحرين يبدو إن شام برضو صالح المدير الفني المنتخب مصر بيلعب بالتشكيلين بيخيرج أربعة مرة واحدة وينزل أربعة مرة واحدة عشان يريح دول ويريح دول في المرة اللي بعدها هادي هنا بقى محاولة المرور محمد سعيد ولكن هنا بتلعب بالنر يا سعيد قلنا اللي بيلعب في الآخر مايرقصش اللي بيلعب في الآخر يلعب على المضمون هنا بقى يعني من حسن الحظ إن اللاعب ما كانش عنده فرصة هدف واعدة هادي هنا اللي بيقول له عليه بيقول له يعني الراجل ما عملش حاجة زق الكرة خبطت في رجل اللاعب لعب المنتخب العراقي لكن كملت شوية هادي بقى الكرة اللي خبطت في رأس طبعا محمود شبير حارس مارما منتخب مصر ونادي الإعلاميين الشوط الأول تعادل السلبي مازال قائل هنا بقى يعني يقول لك المباراة متكافأة قد ايه تعادل السلبي وبقى خمس دقيقة ونص وهدي الانطلاق يا سلام تنشق الأرض تنشق الأرض عن محمد سعيد لاعب منتخب مصر وأنقذ كرة في منتهى 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 الخطورة يا سلام يا سعيد هايل عمد سعيد لاعب مستقبل وطن والتسديدة قوية تسديدة قوية لكن فوق العرضة من لاعب أشرف من لاعب الناس العيان لاعب سبيرت الإيطالي عنده هدفين الناس الهدفين جابهم في مباراة واحدة في مباراة المنتخب السعودي مع منتخب المغرب ركلة ركنية لعب عرضية داخل منطقة الجزاء الراجل ده لو جات في راس الكورة يوسف جواد لعب شباب المحمدية كان هيبه هدف محقق توصل الكورة المنتخب مصر ديه ونص على النهاية هذه البينية الحلوة هذه سعيد سعيد يفتح الملعب ناحية الشمال توصل ليه دونجا لاشوال موزا مرة تانية دونجا بيحرك لاشوال شوف التلاتة المدفعين المغربي المغاربة قفلين بشكل كويس قوي لكن يرجع دونجا ويقطع يا ولد يا دونجا مرة تانية منتخب مصر طول ما كورة بين أقدام لاعبيك من المستحيل تسجيل هدف في مرماك أمر طبيعي إذن منتخب مصر مطلوب أنه هو يسيطر على الكورة يستحوز على الكورة سواء سجل بقى ما سجلش المهم يكون السيطرة والاستحواز مع منتخب مصر شوف هنا بقى الزيادة العددية من منتخب مصر فيه تحفظ فيه تحفظ الحقيقة فيه الزيادة من منتخب مصر وبيهاجم باتنين بس دايما اتنين واقفين عاملين حسابهم للهاجمة المرتدة للمنتخب المغربي اللي بينفزها بسرعة جدا مدير فني جيد هشام صالح فاهم ومذاكر كويس للمنتخب المغربي وقاري القوة بتاعته ادي هجمة سريعة للمنتخب المغربي خطيرة جدا خطيرة جدا ولسه بتكلم على مفاتيح القوة للمنتخب المغربي والهاجمة المرتدة والمرة اللي فاتت هي المرة الوحيدة اللي الاربع لعبين بيشاركوا فيه الهاجمة عشان كده لما تردت الكورة كانت في منتهى الخطورة هادي موزة يا موزة يا موزة يا موزة يا موزة يا سلام شوف الطايمينج شوف التوقيت شوف يطلع كورة في منتهى منتهى الخطورة لو عدى المنتخب المغربي تحضير المنتخب المغربي بينيا للخطيرة اشرف سعود قطعت الكورة بلاش 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 لازم تلعب على المضمون العب على المضمون يا شوال العب على المضمون يا شوال وعايز يرقص لشوال يعني شوف هنا اخلص من الكورة يا راجل يا راجل حد يعمل كده حد يعمل كده يعني من حسن حظه ان الكرة خبطت وطارت في الهوى وما سقطتش في المرمى شوف هنا بقى كان ممكن تلف وتسقط في المرمى لكن عدت الكرة ومرت الخطورة وطلعت خارج الملعب ركلة ركنية لمنتخب المغرب ركلة ركنية للمنتخب المغربي من ناحية اليمين اخر 20 ثانية على النهاية والمنتخب المغربي بيحاول ومنتخب مصر بيحاول والنتيجة حتى الان التعادل السلبي بدون اهداف عرضية والتسديد من اشرف سعود يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو قلت يا سلام اربع خمس ست مرات مش حوفيك حقك يا شبير محمود شبير كرة في المنتهى الخطورة لازم الحكم يصفر كان لازم التعديل القديم الحكم يصفر هذه الاثنين بقى مع بعض صفارة الحكم وزمارة المقاتي ونهاية احداث الشوت الاول تعادل سلبي بدون اهداف منتخب مصر لكرة الصلاة ومنتخب المغرب لكرة الصلاة سعدت باللقاء مع حضرتكم المعلق الرياضي رامي بهجة الى اللقاء مع احداث الشوت الثاني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدت اللقاء ايها الاصدقاء احزائي مشاهدي انتايم سبورتس في كل مكان اسعد باللقاء مع حضرتكم مرة اخرى المعلق الرياضي رامي بهجة وسعيدنا انقل لحضرتكم احداث الشوت الثاني من مباراة كرة القدم لكرة الصلاة التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب المغرب المباراة النهائية المباراة الختمية نهائي كأس العرب لكرة الصلاة النسخة الخمسة شوت الاول انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف بالتأكيد الشوت الثاني مش ممكن ينتهي بنفس النتيجة او المباراة مش ممكن تنتهي بنفس النتيجة لابد من الحصول على فائز ايضاقي كان الشرطة يعني ما بينفسش على اي بطولة من كرة الصلاة لكن عمل انتعاش قادي المرتدة السريعة منطقة الخطورة موزة 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 اول الاهداف اول الاهداف جواد يوسف جواد يوسف جواد هجمة مرتدة سريعة اتقطعت الكرة من منتخب مصر وينجح يوسف جواد في تسجيل اول اهداف اللقاء واول اهداف منتخب المغرب عنده هدف قبل كده في مرمى المنتخب السعودي واحد منتخب المغرب لا شيء منتخب مصر وان شاء الله القادم افضل ولسه في كلام لسه في كلام كتير جدا لسه المباراة ما انتهتش لسه بدري جدا 18 ديئة تقريبا على النهاية واحد المنتخب المغربي لا شيء منتخب مصر نزل اللاعب دونجا علاء عيسى دونجا هاتو خد حلوة كوكي على حدود منطقة المرمى لكن يطلع دفاع منتخب المغرب يطلع كورة ادريس الرئيس خارج الملعب لعب شباب المحمدية من امام دونجا يلا يا دونجا راكل التماس ولا ركنية بيسأله قال له راكل التماس العب من هنا ولا من هنا قال له من هنا العب من مكان المخالفة او مكان خروج الكورة والكورة لازم تبقى ثابتة ولازم تبقى على الخط وتخرج في خلال الاربع ثواني كل دي اساسيات وكل دي يعني جوانب فنية وجوانب زمنية لتنفيذ راكل التماس هادي منتخب مصر راكل التماس يلعب مصطفى عيد نزل عيد ونزل دونجا ونزل بوجي انا بقول له التحذير هادي واحد واثنين وثلاثة بومزو لازم تعدي تبعد عن الخمس يارداد التعليمات والقانون بقول كده تسديدة قوية لكن مش متقنة في عنصر القوة لكن ما فيهاش عنصر الدقة من دونجا وقادي التسديدة بعيدة يا دونجا اكيد اشرف سعود يعني واحد زي ده بالتأكيد لو انا عندي لعب زي اشرف سعود يعني ما ينفعش يقعد خمس دقائق واربعات قادي على طول تسديد اوه اشرف سعود لسه بتكلم لسه بتكلم وبقول لما بتجيله الكورة ما بيهزرش لما بتجيله الكورة ما بيهزرش واشرف سعود ينجح في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي المنتخب المغربي يتفوق على منتخب مصر ويتقدم على منتخب مصر اتنين لا شيء هذه اللعبة وهذه الارتداد ردت كان موجود اشرف سعود ونجح في تسجيل الهدف السادس لي عشان يبقى هداف البطولة هدف ممكن يقرب الحكاية ويسهل الامور ويفتح السكة هي محتاجة هدف ادي موزا يفتح زاوية التسديد ايوة كده لازم لازم يبقى فيه جرأة من موزا لازم يبقى فيه جرأة من موزا لان موزا من القليلين جدا في منتخب مصر اللي عنده القدرة على حل موقف واحد ضد واحد كمان برضو لسه مفيش دور خالص لمرادونا ادي بينية من موزا وادي كوكي سندة حلوة عرضية اهلا ومعدية يلا يا كوكي مصطفى عيد مصطفى يا مصطفى يا مصطفى مصطفى يا مصطفى كان هيبقى هدف يا مصطفى ولكن ولكن خبطت الكورة في ايد حرس المرمى المميز ريد الخياري وتطلع الكورة خارج الملعب ركلة ركلة ركنية وانا كمان فيه انذار على لعب منتخب المغرب اشرف سعود ممية استلام تحت ضغط كوكي اسند لمين هيسند لورا الموزا موزا واحد ضد واحد لو عدى لو عدى لو عدى يعمل الزيادة موزا يسدد يا سلام يا سلام هو ده الكلام ايوة كده ايوة كده عندك القدرة يا موزا واحد ضد واحد بتعدي بترقص شوف عمل العجل يا والد فتح زوية التسديد ويسدد لكن انقض عليه دفاع مغلق دفاع مغلق مستنيها في الجون مستنيها في الجون هشام صالح لكن موزا لاعب مميز لاعب مميز شوف المهارة شوف المهارة اتضغط عليه ينجح في التمرير على طول لعيد مرة تانية ينطلق يفتح زوية التسديد والتسديد يا سلام يا سلام يا سلام حلو الكلام حلو الكلام يا سعيد محمد سعيد بيسدد بجوار القايم ايه مفيش نص نص صنطي نص صنطي عدت الكورة وكان هيبقى هدف لكن تمر بجوار القايم بيعتذر طبعا لان المرة دي ما قدرش ان هو يعني يحافظ على الكورة ويستلم تحت ضغط زي ما بيعمل كل مرة مقطوع الكورة الارتداد المنتخب المغربي رائع ارتداد المنتخب المغربي يتدرس الحقيقة تلعب الكورة الكوكي شوف مين اللي بيقطع شوف مين اللي بيقطع اللي بيعمل الوجب الدفاعي هذه اشرف سعود وتلاتة صفر تلاتة صفر الهجمة المرتدة السريعة بينفزوها زي ما الكتاب بيقول زي ما الكتاب بيقول واشرف سعود بيسجل الهدف التاني ليه والهدف السابع ليه في البطولة عشان ينفرد بصدارة هدافي هذه البطولة ويسبق الاماراتي عمر النقبي ويبقى عنده سبع اهداف وتصبح النتيجة تقدم منتخب المغرب على منتخب مصر بتلات اهداف مقابل لاشي تلات اهداف مقابل لاشي نتيجة المباراة باينة جدا تاني منتخب مصر هجمة مرتدة سريعة موزة حلوة ناحية تليمين بودي هذه التمريرة والتسديد مش عايزة تخدم مش عايزة تخدم يعيد مش عايزة تخدم يعيد تلاتة لاشي ما زال النتيجة موجودة وتقدم منتخب المغرب هذه موزة يعمل التمرير قصيارة لاشول يسني عرضية وادعيد يسدد لا 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 في حاجة مش عايزة تدخل مش عايزة تدخل يعني تدخل مع منتخب مصر مرتدة سريعة لمنتخب المغرب هجمة سريعة منتخب الخطورة تخبط في القائم وترتد الكرة تخبط في القائم وترتد الكرة منتخب المغرب خطير منتخب المغرب دفاع منظم هجمة مرتدة سريعة زي ما الكتاب بيقول كمان منتخب المغرب عنده التوفيق النهاردة عنده توفيق مش هقول لحضراتكم يعني انتوا بقى تحكموا مفيش احسن من كده توفيق كمان الكرة اللي خبطت فيه العرضة في الشوت الاول ممكن يضيف اهداف شرفية الوقت يسمح ان يسجل اربعة اه لكن طبعا مع منتخب المغرب صعب لكن الوقت يسمح